السؤال التاني اللي معانا كنت عايزة أسأل قراءة الفاتحة وراء الإيمان في صلاة الجماعة واجبة ولا لا يعني إحنا هنجاوب السؤال ده بنوع من التفصيل عشان بس نفهم التحقيق العلمي في هذه المسألة معه إحنا هنلخص قدر الطاقة بنوع من التيسير قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في جميع ركعات الفرد والنفل على الإمام اللي هو بيأم الناس والذي يصلي منفرد اللي بيصلي لوحده من غير إمام ولكن الأمر ده بخلاف المأموم بقى وضع المأموم في خلاف المأموم ده اللي بيصلي وراء الإمام اختلف الفقهاء في مدى وجوب إنه يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب في الصلوات الجهرية والسرية تعال شوف مثلا إنه الشافعية شايفين إنه يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام إذا لم يكن مسبوقا بجميعها أو بعضها يعني أنت النهار ده بتصلي وراء الإمام وعليك إنك تقرأ عند الشفعية عليك تقرأ الفاتحة إلا في حالة لو كان سبك أنت دخلت بعد ما أرأ هو الفاتحة وكملت أنت وما زال وقف وأنت أرىها كلها أو أرى جزء مثلا من الفاتحة الإمام وأنت دخلت مثلا في النص التاني من قرية الفاتحة أو أرى الفاتحة كلها ودخل في قراءة الصورة أو الآيات بعدها فإنت بحلص يجب عنك يعني في هذه الحالة بيتحمل الإمام عنه ما سبقوا فيه في القراءة وتقوم قراءة الإمام مقام قراءة المأموم يبقى ده عند الشافعي طيب الحنفية ذهبوا إلى إن قراءة المأموم خلف الإمام بتاعه مكروها تحريما يعني عندهم مكروها تحريما في السرية والجهرية لألك لأن قراءته قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم عند الحنفية أنت عندك إمام وأنت مؤتم بهذا الإمام فبالتالي هم شايفين لا يقرأها لأنه له إمام السادة المالكية عندهم بقى فهم تاني قالوا بأن قراءة المأموم اللي هو بيصلي وراء الإمام قراءة المأموم خلف الإمام دي مندوبة في السرية مكروها في الجهرية يعني بيستحب ليك وانت وراء الإمام عند المالكية أنت وراء الإمام وبتصلي الصلاة هو بيقرأ قراءة سرية مستحب أنك تقرأ طب لو بيقرأ بالجهرية لا ما تقراش وراء ما تقراش لأنه أنت سمعه في القراءة عند الحنابلة القراءة خلف الإمام مستحبة في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية برضو بيشتركوا مع من سبقاهم في أنه لو في الصلاة السرية بيستحب يستحب يعني لو أنت قريت الفاتحة جميل ما قريتهاش لا تبطل الصلاة طب وقال لك في الجهرية عند الحنابلة قال لك لما يسكت الإمام بعد ما يقرأ فاتحة الكتاب كده ويستنى شوي أن تقرأ وعندهم مكروح أنك تقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية دا اجتهاد السادة الفقهاء في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الجهرية والسرية في الصلاة الجهرية والصلاة السرية وإحنا توفيقا بقى بين أقوال الآئمة السابقة بنقول يجب على المأموم الإنصات والاستماع لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية أنا لي يا إمام وأنا في المسجد أو في البيت بيصلي بي حد في أهل البيت أو إحنا في المسجد بنصلي مأمومين بالإمام الإمام بيقرأ وأنا سمع إرايتها عد أقرأ وهو بيقرأ العقل يقول والنص الشرع يقول أنه امتثالا لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فمن آداب الصلاة ومن أحكامها المعقولة في هذا الحال إنك إنت لك إمام ويقرأ في الصلاة الجهرية بسوت طبعا يعني مسموع أن تستمع إلى قراءة الإمام ويندب للمأموم القراءة إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتح مفروض الإمام بيقرأ في الجهرية ويستنى شوية كده بيأتي المأموم يقرأ طب المأموم ما قرأش صلاته سليل ما فيش مشكلة يندب يندب لأنه إنما الإمام ليؤتم به وليحرص المصلي قدر الطاقة على إنه تصح صلاته عند الجميع فيحنا زي ما بيقول كما علمنا الفقهاء إنه الخروج من الخلاف أول طيب في الصلاة السرية بقى إحنا قلنا في الصلاة الجهرية في الصلاة السرية على المأموم أن يقرأ الفاتحة خروجا برضو من خلاف الفقهاء وعلى ذلك فعلى المأموم أنه يقرأ الفاتحة خلف إمامه في الصلوات السرية وأما في الصلوات اللي هي بقى الجماعية فليحرص واللي هي الجهرية فليحرص على في الصلاة الجهرية ليحرص على قراءتها وقت سكوت الإمام بعد ما يقرأ الفاتحة ويسكت كده بشوية أنت تقرأ في الصلاة الجهرية فإذا لم يتمكن لأن بعض الأئمة على طول بيوصلوا القراءة فإذا لم يتمكن فصلاته صحيحة تقليدا لأقوال بعض الفقهاء من المداهب الأربعة المتبوعة